أشكركم على حضوركم اليوم أولاً أود أن أشكر السيد الرئيس تبون وكل من استقبلنا بالجزائر على كرم الضيافة وتخصيص وقت للقائي اليوم إن الجزائر تتقاسم بعض المخاوف مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توسع التنظيمات المتطرفة العنيفة في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء تحديداً منطقة الساحل لقد أدت الجزائر دوراً ريادياً في مكافحة الإرهاب في الماضي والحاضر في جميع أنحاء هذه المنطقة لقد أعربت خلال محادثاتي مع فخامة الرئيس عبد المجيد تبون عن تقديرنا الكبير لمنحنا فرصة الزيارة وإجراء محادثات معه فالجزائر تلعب دوراً محورياً في تحقيق الأمن والاستقرار والإزدهار في المنطقة كما أشكر الرئيس تبون على الدعم الذي قدمته لنا الجزائر وعلى مشاركتها في مناورتنا الإقليمية وفي الأخير تحدثنا عن أهمية مواصلة المحادثات وبناء صداقتنا وسبل العمل معاً من أجل تحقيق المزيد من الأمن وتعزيز العلاقات الثنائية أكثر قوة شكراً شكراً لكم جميعاً وطنياً نيوز الواقع من المواقع شكراً لكم جميعاً